حصيلة ضحايا القصص الصهيوني الذي طال مدرسة التابعين بلغت ثلاثة وتسعين شهيدا وأربعة وخمسين جريح وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن بعض المصابين في حالات حرجة ويعانون من حروق وبتر للأطراف وأضاف أن هناك مفقودين وضحايا تم العثور على أشلائهم بسبب القصف موضحا أن طواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء